أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الآثم الذي وقع فجر اليوم بمحافظة ديالة العراقية وأودى بحيات عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر تتقدم بصادق تعزيها وخالص مواستها للعراق الشقيقة حكومة وشعبا ولدوي الدحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم كما تؤكد مصر تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره مشددة في الوقت ذاته على ثقتها في قدرة العراق الشقيق على استئصال فلول الإرهاب ودعميه وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبنة